نرجع بقى لفكرة البيع الناس بتقولك اه خادوا الفنادق التاريخية ماريوت سيسل مينهاوس اولد كاتاراكت شتيجنبرجر سيسل زي ما قلتلكو شتيجنبرجر التحرير موفن بيك اسوان يعني وينتر بالاس هذه يا جماعة فنادق كانت بتنهار انا بروح هذه الفنادق هذه فنادق بتنهار هذه فنادق رائعة رائعة الجمال وعندها مجموعة من اجمل المواقع في جمهورية مصر العربية كلها فنادق فعلا تاريخية وذات طبيع تاريخي حد بس يروح يدخل حمام في هذه الفنادق حد يروح يشرب قهوة في واحدة من هذه الفنادق دلوقتي ده مش ماريوت بتاع زمان ده مش وينتر بالاس بتاع زمان ده مش سيسل بتاع زمان اللي بيحب اسكندرية يعني لا هذه الفنادق على شفل انهيار فلازم نبتدي نفكر ان احنا عايزين نطور هذه الفنادق هتقولك الدولة تطور انسو لا الدولة معها فلوس ولا تجيد الادارة بوضوح لا تجيد الادارة ولا الرئيس ولا رئيس الوزراء لا تجيد الدولة الادارة ولا معها فلوس وبالذات في قطاع الفندقة والهوسبتاليتي والضيافة وقطاع السياحة هذا قطاع متخصص فيه قطاع الخاص فلما هذه الفنادق بقى تروح لمجموعة بتدير مجموعتين بقى مصرية بتدير أعلى مستوى من الفندقة في مصر والمنطقة وإيدي كيو اللي بتدير برضو أعلى مستوى من الفندقة في الشرق الأوسط وفي العالم يبقى أنا بتكلم على طفرة سيعني تلحق بهذه الفنادق فبلاش إحساس إن أنا متمسك كده بقى بوينتر بالس ما هو مش هيتغير مش هيبقى وينتر بالس ماينس ون تحيبقى وينتر بالس بلس وبالتالي الطفرة اللي حتحصل في هذه الفنادق طب إيه النتيجة بقى مش بس التمنمية مليون أو المليار دولار اللي هيخشه وجيب الحكومة المصرية وهي مهمة على فكرة لكن أنا بتكلم كمان على رفع قيمة الأوضة الغرف الخدمات نوع السايح اللي حيجيلنا عامل إزاي السياح اللي بيجولنا من بره وبيدوروا على فندق تاريخي وكمان عايز فندق خمس نجوم وسبع نجوم ليه ما يبقاش عندي في مصر فنادق سبع نجوم لأكتذب هذا النوع من السائح الذي ينفق فأنا بزود نوع السياح بزود الضرائب بزود الدخل بزود القيمة هذه الفنادق الحقيقة مليار دولار في هذه الصفقة ده يعني سيتم أصلا انفاق والعمل على غير الفلوس اللي هتروح للحكومة الانفاق اللي هيتم على هذه الفنادق هو انفاق ضخم جداً انتو مش متخيلين هذه الفنادق على حافة قال اني يارا أنا أسفة بقول كده للناس دي للأصحاب الفقاول يعني للعملين في هؤلاء الفنادق بس أنا روحتها لأ دي مش الفنادق بتاعت من عشر سنين احنا بنتكلم على 150 مليون دولار سيتم ضخها لتطوير هذه الفنادق يعني فعلاً فنادق محتاجة تتقلب تماماً فيعني أعتقد انها صفقة مهمة وأظن انه سريعاً جداً هنشوف طفرة في هذه الفنادق